عين منيح صار الانفجار 20% اللي صابوا اليابسة فعليا وعملوا هيدا الأضرار وروحوا شهدوا جرحة 60% بالبحر 20% أهراءات قمح بما بنقى أهراءات القمح وهيدا اللي فاجأوا كان المقرر أنه الانفجار ينسوا في بيروت والضاحية معا وتحت حجة بيروت والضاحية معا يطلع الحديث إعلاميا كوننا نحن رحنا بالضاحية باللي فيها والسيد حسن راح والإخوان كلهم راحوا يطلع الحديث إعلاميا عصا عيد الإعلام الدولي كلياته ويزيد الضغط السياسي معه أنه هيدا مستودع أسلحة دقيقة لحزب الله اللي تفجر وروح الدنيا كلياته وتعوا يا دول خلصونا من حزب الله في ظل هولة ضربة وحزب الله مش بستوعب شو صايره بده يستجمع قوته بتدخل قوات الطوارئ الدولية بسرعة عرفتي كيف صرب انتبهي صرب أنه أمل مدللة كانت عم بتحضر لمشروع تدويل الأزمة في لبنان ووضع اليد الدولية على لبنان صرب ويلي سربها هن الروس معي أنت لهلأ يلي سربها هن الروس كانوا عم يحكوا بالآليات الداخلية أول ما سمعوا أنه فيه انفجار دغري حكيو بالنسبة لتدويل الأزمة وفعلوه لياها بنفس اللحظة فعلوه لياها مشروعة لأمل مدللة وهيدا خطأ استراتيجي قبل ما توصلهم معلومات شو روح الانفجار عرفتي كيف وصلت الخبرية للروس قاموا سربونا الخبرية انتشرت بالإعلام أمل مدللة لنافتها المفاجأة الصاعقة أنه بس 20% من الانفجار هو اللي ضربه بيجي مكرون بيعمل المسرحية بيقعد بأسر الصناوبر مع الكل بيقعد بأسر الصناوبر مع الكل بيقعد مع الحاج محمد رعد بيخلوه عجنب الوحيدي اللي عام الخاولة معه مكرون هو الحاج محمد رعد وبيوصل له الرسالة اللي وصلت لك إياها أنا من يومين وتم تأكيدة رسميا اللي يكون بعلمك يعني ثبت سياسيا أنه الإسرائيلي اللي متورط بالقصة عرفتي كيف؟ بعد ناقص الدليل المادة سمحت السيد مبارح شو عامل سمحت السيد بععد عن الحك السياسي بس مرة الرسالة تاني أول رسالة اللي قلتلك عنها بالنسبة لميناء حيفا شايفك يا إسرائيل إنك عم تهرب المواد الكيموية ما تفكرني مش شايفك يعني إذا ثبت عليك تعرف شو بدي أعمل الرسالة التانية ظاهرة داخلي باطنها خارجي ألا وهيا شو هي الرسالة دعا الحلفاء بدكن تتجنبوا الضغوطات الدولية والحسابات الضيئة بموضوع التحقيق مش بس كرمال بناء دولة مش بس كرمال بناء دولة أنا بدي حقيقة واحد أنا بأمن لكم كل الأدوات المادية لتبنوا دولة روسيا الصين إيران وغيره 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 عرفتوا كيف اتنين ما بدي بس تحقيق فسادة وكيف وصلت لهون بدي التحقيق يصير جنائي إذا هيدا الموضوع فهم الفرنسي الرد إنه نحنا ما حكينا معك بس بنفس الوقت حكينا معك كيف يعني ما حكينا معك فعليا لأنه سمحت السيد ما رد علي بس كيف يعني حكينا معك الرد تقولوا لا يا جماعة ما حك أترك لكم التحقيق ونحنا ماشيين في محلية إنه أنا حأضغط على الحلفة لأبعد حدود لدرجة إنه أنا أطلع وقول ما في أمل ببناء دولة ساعتها الحلفة بدهم يصغروا أكتر وأكتر وينتهوا وهيدا الضغط على الحلفة هو اللي رح يولد إنه يصير فيه تحقيق عالي المستوى ويجيب نتيجة وبالتالي أنا رح إثبت علميا إنه الإسرائيلي متورط وهيدا اللي مكرون تلقفوها الفرنسيوية قامت بلشت أعمال الشغب اليوم ليش عشرين يوم؟ لأن كل التقديرات بتقول خلال عشرين يوم بنقدر نوصل لدليل مادة لكل القصة كيف صارت؟ لأنه صارت على عجل ومن دون دقة ومن دون دقة ولما تصير على عجل ومن دون دقة دغرب توصل إلى الدليل المنشود عرفتي كيف؟ لهيدا السبب المطلوب خلال عشرين يوم يقدروا يعملوا فوضى يقدر عنصر واحد يفوت على مبنى مجلس النواب لا يطلعوا بمجلس الأمن أنه سقطت الشرعية اللبنانية كونه سقط المجلس النياب بإيد الشعب ولو واحد فاتع مجلس النواب كونه سقط المجلس النياب بإيد الشعب وبالتالي تعول ندولها للأزمة قامت ياب قامت ياب عمل خطة زكية ليتلقى في الشارع أكد على كلام السيد اليوم وقال لهم أنا بدي أبقى بعض شهرين وحضروا الانتخابات النيابية مبكرة طيب ما الانتخابات النيابية المبكرة لتجتمع الهيئة الناصمة بدأ ثلاثة شهر بدأ ثلاثة شهر لالاتفاق عنوان انتخابات التحضير اللوجستي للموضوع بده أربع خمسة شهر هيدا طارت القصة ستة شهر لقدم الأمر كان قداش بعد معوات شهرين حكومة حسان الدياب على أقل تقدير بقي شهرين قبل ما نفكر عن جد بتغيير سياسة والتغيير السياسة ما رح يصير بشكل دولي رح يصير نحنا وعاملين عملتنا نحنا وعاملين عملتنا ومغيرين الوضع القائم وتسارعة الأحداث يا أختا وتوقع كل شي ممكن يصير هلأ هيدا القصة بالمختصر المفيدة